السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير افصحها جيدة اليوم بإذن الله سنشارك معكم سفنج بالساميد سيأتي اكثر من رائع نزولا عن طلباتكم بعد ما احضرت معكم سفنج بالدقيق الابيض وقالنا الاعجاب العديد منكم وجربته انجح معكم وخليتوا لي تعليقاتكم فنشكركم بزاف على الحب وعلى اتقادكم اليوم ان شاء الله سنحضروا هذا السفنج بالساميد فقط يأتي اكثر من رائع ويأتي زوين بزاف ويأتي خفيف فقط تبعوا الوصفة والخطوات فحاولت نبسط معكم الوصفة ما امكان فبالما نتوقع لكم نخليكم مع المقادر وطريقة التحضير سنبدأ باسم الله على بركة الله كيف ترى في واحد الايناء سوف نضع الكمية جوج كيسان الماء بالنسبة للماء يكون دافئ لا يكون سخن بزاف ولا يكون بارد وبالنسبة للعبار سوف تأخذوه بأي كأس مهم نفس الكأس بالنسبة للمكونات بالجرام أو بالميليليليتر سوف نضع الكم في صندوق الوصف كما ترى هنا اضفت ملعقة من الخامير الفورية ملعقة كبيرة غير ممتلئة كما ترى السكر غير ممتلئة كما ترى لأن السكر يعطيناه لون فقط في السفنج وكثير منه فكيف تخطفنا في الزيت يأتي كم حمر بزاف سوف نقوم بإضافة السامد سوف نعطيكم نوعية السامد التي سوف نستعملها كما ترى سوف نعطي سامد ناعم يكون هذا الشكل يكون مطحون جيدا سوف نعطيكم الفرق بين الدقيق الأبيض الفارينة يكون على هذا الشكل الأصفر ويكون الحبيبات الرقيقة سوف نضيف الكمية ثلاثة الكؤوس سوف نخلط اليدوي سوف نضيف المراحل معكم كلها بالتفصيل سوف نعطي العجينة كيف تكون في الأول سوف نضيف العجينة سوف نجمعها سوف نضيف الملح لنضيف الملح لنضيف الملح من الأول سوف نضيف الملح لنضيف الملح لن تبطل المفعولة الخميرة الآن سوف نضيف إضافة زج معالق كبار الدقيق أجل بفارينة لنضيف الملح لنضيف الملح لنضيف الملح ونضيف الملح نضيف الملح بشكل الأبيض نستمر في العجن و بالنسبة لطريقة العجن نستمر في العجن لا تتعجن ولا تدلق نستمر في العجن حتى تولي تلكلجينة مطاطية و خفيفة نستمر في هذه المدة دقائق نستمر في موضوع فنستمر في التعجن و نستمرها حتى تدلق ثم تختمر و الواقع أن تزلقها و انجمعها ونجمعها بطريقة هذه ونضجها ونضجها في 1 دقيقة يمكنك خبطها جيدا ونضجها 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 تخمر للمرة الثانية في هذه الخطوة تجعلنا نقوم بحثة عجينة التي لم تقلقها ونضجها كمطاطية ونضجها 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 ثم اختمرت العجينة المرة الثانية كما ترون ونضجها الآن فوق سطح العمل وفي هذه المرحلة سنستعن بعض الزيت نضغط العجينة ونضغط العجينة ونضغط العجينة نضغط العجينة ونضغط الصفية العجين نضغط العجينة نعطيها 7 سفنجات حجمهم كبير يمكنكم إعطائكم 10 حبات الزيت تسخن نحن بحركة 5 دقائق قبل سخن الزيت لا économique نحن بحركة 4 دقائق المساعد handled نضيف العجين و تقب في الوسط و تمرره بين اليدين ثم نضيفه في الزيت نضيف مقلات نضيف مقلات نضيف مقلات في الزيت نضيف مقلات نضيف مقلات نضيف مقلات يوجد مقلات نضيف ملعقة و تنتقلات نضيف ملعقة و نضيف ملعقة سوف نحييها بعد طابط سوف نستمر بنفس الطريقة نضع عجينة تقب في الوسط 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 نستمر بنفس الطريقة 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 سوف يكون هذا هو الشكل النهائي السفنج اللي حضرت معكم اليوم سفنج بالساميد كي يأتي في عدن ولا أرواح كي يأتي زوين بزاف وكي يأتي خفيف نتمنى أنكم تجربوا حاولت نبسط معكم الوصفة ما أمكن بشكل تنجح معكم حتى العجينة فوصلنا لنهاية الفيديو فقط حاولوا أنكم اختاروا واحد النوعية هكذا الساميد اللي كتكون مزيانة باش ينجح معكم وإعطاكم نفس النتيجة وتبعوا الخطوات تبقى وحضرت معكم وصفة السفنج بالفارينة غادي نخلي لكم رابط له صندوق الوصف بالنسبة للأخوات اللي ما شافوهش فكلكم تقريبا يعني جابوا واحد العدد كبير يا المشاهدات وكلكم جربتوا ونجح معكم فانتمنى كذلك توفقوا فيها كم اللي تحضروا باسميدة فوصلنا لنهاية الفيديو نتمنى أنكم تشجعوني باللايكات ديالكم نشكركم بزيارة على التعليقات ديالكم واللايكات ديالكم شكرا لكم بزيارة ووصلنا لنهاية الفيديو أكيد سوف نوريكم الشكل دياله من الداخل كيفاش كي يجي فمن الداخل ما كي يجي ولا أرواع كي يجي خفيف بزيارة وكي يجي هكا مجعب من الداخل ومشبك فانتمنى فعلا أنكم تجربوا ولا البنتجة ولا أرواع ووصلنا لنهاية الفيديو نتلقى في فيديو قادم أو أصف أخرى دمتوا في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة